خبر وفاة أي شخص من الأحباء بيأثر في كل شخص بطريقة مختلفة لكن توكوس ما بعد الوفاة بتأخذ أشكال فريدة ومتنوعة باختلاف العادات والثقافات فبعض الثقافات بتكرم موت أفرادها بطرق بعضها أقل ما يقال عنها بأنها غريبة أهلا بيكم في حلقتنا النهاردة واللي هنتكلم فيها عن أورب توكوس دفن الموت حول العالم تعتبر توكوس الفمديهانة أو تقليب عظام الموت جزء من تقاليد الشعب الملغاشي في دولة مدغشقر والمشاركون في هذا التقليد بيقوموا بإخراج جسس أسلافهم الميتين من الكبور وبيلفا فقماش جديد وبعدين يشلوها ويرقصوا بيها على أنغام الموسيقى الصاخبة وبعد ما يخلصوا احتفالهم بيقوموا بإرجاع الجسس مرة أخرى للكبور الهند معروفة بأنها واحدة من أكتر دول العالم المشهورة بموارسة العادات والتقوس الغريبة ومن أغرب التقوس الموجودة عندهم التقوس المعروفة باسم توكوس ساتي الهندية وفي هذه التقوس بيقوم الهنود بحرق الزوجة بعد وفاة زوجها والحرق مش الطريقة الوحيدة اللي بيجبروا بها الزوجة على أنها تتخلص من حياتها ده كمان ممكن يجلدوها أو يغرقها في النهر لحد ما تموت ولو ما عملتش كده بيدفنوها وهي حية والعدد من العادات الأديمة اللي انتشرت في العسر القديمة في مناطق كتير من الهند وعلى الرغم من حذر هذه التقوس إلا أن ما زال هناك الكسر من القبائل الهندية اللي ما زالت بتمارس هذه التقوس في السر واللي في أغلب الأحيان بتكون ضد رغبة الضحية القبائل الإسترالية معروفة منذ القدم بتنوعها فلكل منها عاداته ثقافاته الخاصة بيه واللي بتختلف عن ثقافات الشعوب الأخرى وكل قبيلة كانت لها ثقافة غريبة خاصة بيها في التعامل مع جسس الموتى فعلى سبيل المثال أحد القبائل كانوا بيكون بطبخ جسس الموتى وخاصة الدهون الموجودة في جلد الميتين وخصوصا الشباب منهم وكانوا بيقلوها وده لأنهم كانوا بيعتقدوا أنها بتكسبهم القوة وقبائل أخرى كانوا بيقضوا جماجم الأموات ويحولوها الأواني يقلوا ويشربوا فيها وده لأنهم كانوا بيعتقدوا أنها بتفضل معاهم كذكرى من الميت وزي ما تكلمنا عن أن الهنود معروفين بالعادات والممارسات الغريبة اللي ما بتخترش على بالحد وأغرب التقاليد المنتشر عن ضهم المراضي كشف جسس الميتين للنصور والتقاليد الغريب ده بيتم ممارسته في مدينة ممبي الهندية وفي التقاليد ده بيتم تطهير الجسسة وتنظفها وبعد كده بيجدوها يحطوها بدون أي أغطية على أبراج المعابد الدينية بحيث تكون مكشوفة للنصور وده لأنهم بيعتقدوا أن دي أفضل طريقة للتخلص من جسس الميتين قلونا في التعليقات أنهي تقسم التقوس اللي تكلمنا عليهم النهاردة أكتر واحد استغربته ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير على الفيديو